موسيقى وبصراحة المكان جميل والناس حلوة وروح المكان حلوة بصراحة وطبعا احنا نحب جدا دايما ان احنا نكون موجودين هنا انا فاكر كمان ان احنا اول كليب لنا عملناه كان اسمه نفسه زورة كنابي اتزاع على قناة النادي الاهلي يمكن 2020 فحظنا حلوة هنا مع النادي الاجواء بتاع النادي الاهلي مش يجدد علينا احنا بقلنا فترة كبيرة بنشتغل في في النادي الاهلي وفي كل الفروع فاحنا متعودين على الحميمية والجمهور الاهلي تملي بقوا متفاعل معنا في الاعضاء وفي الاحتفالات بتاعتنا احنا بنستمتع جدا باليوم اللي بنحضره في اي مكان في فرع من فروع النادي الاهلي وبيبقى يوم مواز بنسبان لطبعا موسيقى رمضان كريم علينا كميعا الاجواء جميلة زي ما انتوا شايفين مع ان الجو برت جدا النهاردة بس زي ما انتوا شايفين الاقبال الاعضاء بيجوا افتروا في النادي يمكن اول اسبوع كان النادي فاضي شوية بعد كده بتاتي تزحم الحمد لله الناس قاعدة مستقدا جدا والفرقة دي بتيجوا كل سنة طبعا بتقول انشيط دينية جميلة جدا الناس كلها قاعدة متفاعلة وطبعا بتعود علينا ان الناس بتيجوا تشوف الاجواء يعني بدل قاعدة البيوت وبتاع الناس بيجوا افتروا في رمضان واحنا حبنا ان الناس بيقاعدين برضو مبسوطين وكده وزي ما انتوا شفتوا وكدتوا معانا اعتقد الناس كلها متفاعلة تفاعل جيد جدا مع الفرقة وهي الحقيقة فرقة ممتازة واحنا مبسوطين ان هي بتاع معانا كل سنة مبسوطين ان انتم معانا كمان خانايا يعني احنا كل سنة بنحضره لازم يعني بيبقى يوم ممتع بالنسبانا بنفطر وبنحرص على طول ان احنا نيجي على طول عشان نحضره وبشكر طبعا اللجنة العليا بكادة الكابتن وليد مبروك لانه كل سنة بصراحة يعني بيعمل لنا الحفلة ده وبيسعدنا بيحق ربنا يعني اطبعا استمتعت والاجواء كانت جميلة جدا واجواء رمضان لها اشكال مختلفة يعني اجواء مختلفة على طول وهم على طول بيجيبوا الفرقة دي كل رمضان فالاجواء كانت جميلة جدا اشتركوا في القناة